مدينة المدينة يتسل الفيروس كورونا إلى اليمن فبعد أن وصل إلى حضرموت وعدا ها هو اليوم يصل إلى تأز إذ علنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل أول حالة إصابة بالوباء وفق اللجنة فإنه جار اتخاذ الإجراءات من قبل فريق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالط للمريض حيث سيتم حجر إسرته بالإضافة إلى احتمال فرض الحجر على الحي الذي يسكن فيه حالة واحدة في تأز ومثلها في حضرموت رقم صغير مقارنة بعدد الحالات في بقية دول العالم إلا أنه يظل كبيرا أمام الإمكانيات الصحية في البلاد إذ لا تتوفر أجهزة للتنفس أو معدة طبية تساعد في رعاية المصابين في حال تصاعد أرقام الضحايا أما في مناطق سطرة الميليشي الحوثية فلا تزال تتصاعد المطالب بضرورة توقف الميليشي عن سياسة الاستهتار بأرواح المواطنين والتكتم على الحالات المحتمل إصابتها بالوباء الحكومة والجهة المسؤولة أيضا تتعامل أمام هذا الواقع بشكل ضعيف حيث لم يتم حتى الآن تجهز مراكز حجر صحي مؤهلة في المنافذ بين المدن أو إمداد المستشفية بالمستلزمات والمعدات المطلوبة للحد من تفشيه بالمثل يتعامل الشارع اليمني مع خطر اتياح الوباء وتفشيه إذ ما زالت الشوارع والأسواق تكتضب الناس ولم تغلق أماكن التجمعات حتى الآن باستثناء صالات الأعراس في بعض المدن